ولا تقولوا لما تصف أنسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون طيب السائل يقول بعد السلام سمعنا فتوى للدكتور محمد الأمين إسماعيل يقول فيها بجواز التمثيل والدراما من أجل الدعوة فما نصيحتكم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أما التساؤل عن استخدام الدراما أو بعض المسلسلات في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إذا خلت من المنكرات وخضعت لرقابة شرعية فلا حركت في ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى الدراما السودانية التي تعرض في قناة طيبة الفضائية أو المسلسل الديني السوري خضع لرقابة كاملة ويعني قد تم في بعض المشاهد منه فهي تعتبر وسيلة من الوسائل أهم شيء أن تكون خالية تماما من المنكرات وخاضعة لرقابة شرعية كاملة إن شاء الله سبحانه وتعالى ما في حركت في ذلك والله تعالى عالم أولا يا أخواننا التمثيل والدراما يحتوي على مجموعة من المنكرات المنكر الأول الكذب لأن الدرامي أو الممثل خاصة فيما يسمى بالمسلسلات الدينية يمثل أدوار لأناس ماتوا وهم من الأفاضل ومن العظام يمثل دور خالد بن الوليد ويمثل دور وحدة القافة فاسقة ومجرمة تمثل دور أسماء بن تايب بكر الصديق رضي الله عنها وقد تكون كافرة وقد تكون داعرة وقد تكون سيئة الخلق وفي نفس الوقت تفتح في المسلسل دا تلقى ممثلة دور أسماء تفتح في مسلسل آخر تلقى ممثلة دور دا امرأة سيئة وفاجرة كويس؟ فهذا فيه كذب أولا ثانيا فيه تشويه لصورة التاريخ الإسلامي لأنه واحد يحكي له يقال في المسلسل جايبين خالد بن الوليد واقف له معه واحدة زوجتي ومتبرجة وكده واقف معه وحبيبتي وزوجتي دا كلام فارغ يا أخ كيف يصوروا سيف من سيوف الله بهذه الصورة القبيحة ويجيبوا لك حالق بالشكل كيف ولابس يدوم جرب الأرض وخياله وتكبر وهو الممثل ذاته يعني يشويه لك صورة هذا الإمام كويس؟ ويمثله صحابة وقد يمثلوا الأنبياء كمان زي سمحتها قال سيدنا يوسف سيدنا يوسف يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اعطيه شاطر الحسن يعني المنبي الأنبياء اللي يمثل سيدنا يوسف وعمل اللمك يهاج وعمل اللشنو معايف فعلى أي حال فيه تشويه لصورة التاريخ الإسلامي وللأعلام المسلمين ثالثا في المسلسلات استعمال الموسيقى ها طيب دي برضو ما حرام؟ ولا عشان في المتور بتعنصار السنة جابوا نشهد العالم خلاص بيقات حلال؟ كويس؟ فياخي ما ممكن كذب وتشويه للتاريخ واستعمال الموسيقى وفوق ذلك له أو دون ذلك له يعني ولو كانت هذه الأمور مباحة في النهاية دا له شنو زل قاعد لجيه دام تلفزيون وبعالي في جماعة دا بمثل ودا عامل فاكدة ودا بكذب وساهر معاون وبيبكي شنو يعني؟ تشويه وكذب ولعب بالشرع وبعد كل ما هو سيء أيضا أن يجعل ذلك الدكتور محمد الأمين إسماعيل وسيلة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كونها تكون وسيلة للدعوة دي كمان مصيبة براها الدعوة الإسلامية لا تحتاج إلى التمثيل ولا إلى المسرحيات ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي يحسن قل هذه السبيل أدعو إلى الله هل كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعقد مسرحيات؟ قلوا ان تعالنا مسل لكم فرعون وهامان وقارون والجماعة المعاو هل الصحابة عقدوا مسرحيات للأمم السابقة؟ ما كلها قصص جات في القرآن والناس آمنوا بها وعملوا بمقتضى ما فيها من العظات والعبر قصص موجودة في القرآن وفي السنة ما في تمثيليات ما في مسرحيات هذه من أساليب الأخوان المسلمين وما يستغرب من محمد الأمين إسماعيل ما هو استغرب منه إذا كان مراجعه كالظلال للقرآن مرجع بالنسبة له وحتى أنا واحد رسل لي في الواتساب صورة لدرس لحمد الأمين إسماعيل قال بشرح فيه كتاب ظلال في القرآن ظلال القرآن تفسير ظلال القرآن لسيد قطب وإذا كان بيمدح عبد الحيوسف وبيعتبر عالم عبد الحيوسف بيقول عالم ربنا قال آتاه فقها واسعا ده عبد الحيوسف فما يستغرب منه كونه يفتي بالمسلسلات بعد شوية يفتريك بغيرة من الأشياء وقبل كده سألوه عن جماعة التبليغ قفت قال بالخروج معهم جماعة التبليغ وفتاوى وكلها فتاوى المولد ما سمعت فتوا في المولد كمان قال نحنا كلنا وصوفية قال بنتفك في حب النبي وكتابنا واحد ورسولنا واحد وقال نحنا ما عندنا الأشياء اللي بيعملون الناس التانين وفي النهاية قال محبة النبي صلى الله عليه وسلم تجمعنا يعني كلام ممجوج وواضح جدا إما في استسهال الأمر أمر المولد أو في تجويز أمر المولد وما حتقدر تطلع من الفتوى بتاعته إلا أن المولد بيجوز يحتفل به بس ما دارين مشاكل قال وما دارين عنف المشاكلة كاب من المشاكلة هو من الشي اللي بيحصل في المولد ده العغاية الباطلة والشركيات والضلال الفية والبدع عموما دي فتوى باطلة تدل على منهج الإخواني ده منهج إخواني معاليش ما تزعل ده منهج الأخوان المسلمين فتاوى ما يطلبه المستمعون وما يريح المشاهدون أو المشاهدين وإس فأدي فتاوى باطلة وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله شداك يا قحطان